اشتركوا في القناة ولو انت شايف ان فيه ناس عايزة تقفل الباب اللي فتحوا الرب ليك تمسك بهذه الاية رب قال جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع ولا يستطيع ولا يستطيع وكررها اكثر من مرة ولا يستطيع احد ان يغلقه طالما واسق ان الرب هو اللي فتح ليك هذا الباب لديم تبقى واسق ان الرب لما بيدي بركة بيحافظ عليها ما بتستلبش منه بيحافظ عليها معانا عطاني باب مفتوح يحافظ على ان الباب يستمر مفتوحا ولا يستطيع ابليس ولا يستطيع الاشرار ولا يستطيع احد ان يغلق هذا الباب ارى لك اية من سفر المزامير من مزمور 138 اول اية داود يقول للرب احمدك من كل قلبي يعني باشكرك من كل القلب احمدك من كل قلبي يعني مش باشكر الرب بالشفتين وباللسان بالكلام لا الشكر طالع من قلبي من احساس جوايا ان الرب احسن الي ويحسن الي كثيرا وكثيرا 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 احمدك من كل قلبي قدام الآلهة ارنم لك قدام الآلهة ارنم لك يعني مفيش حاجة تخليني مرنمش وقدام الآلهة من هم هؤلاء الآلهة كلنا عارفين او اغلابنا عارفين ان داود دخل معاه الكثيرة كان بيحارب الشعوب اللي بتجم على مملكته وهي شعوب وسانية يعني ايه وسانية؟ يعني جاية تحارب ومستندة على قوة آلهتها الشعوب اللي بتحارب داود كل جيش فيها بيستند عنده ايمان ان الآلهة بتاعت البلد هتسنده في الحرب وبنعرف من العهد الجديد من رسالة بوليس الرسول الى كرونسوس الرسالة الاولى ان الاصنام الاصنام العبادة الوسانية هي في الواقع عبادة شياطين يعني وراء الالهة الوسانية في ارواح شريرة شياطين دا اللي بيقوله بوليس الرسول في رسالة كرونسوس الاولى ان العبادة الاوسان هي عبادة شياطين فداود هو بيحارب شايف ان الجيوش اللي قدامه مدعمة بقوة شيطانية مدعمة بقوة الشياطين اللي هي الالهة لان الالهة الوسانية هي الصنم دا ميت لكن وراء وراء ارواح شريرة فداود بيقول للرب انا برنم ومش خايف من قوة هذه الارواح الشريرة انا برنم ومش خايف من قوة الشيطان اللي وراء هذه الجيوش بيقوله كده قدام الالهة ارنموا لك قدام الالهة ارنموا لك عزيزي المشاهد اوعى تخاف من سحر لو انت حاسس ان في قوة شريرة بتعكسك بسبب ناس وقالولك فيه ناس عاملين سحر ولا تخاف رنم وليكن شعارك قدام الالهة ارنم لك لان ترنيمي هيهزم الالهة هيهزم ان الالهة لها ايه الالهة الوسانية لها الارواح الشريرة الشيطير العبادة الوسانية ما هي الا عبادات للشيطان قدام الالهة لا ارنم لك يعني مش برنم يقولك اسجد في هيكل قدسك مش بس في الاجتماعات المؤمنين ارنم لا في المواجهات لما تبقى فيه مواجهة مع الشيطان ترنم وفكرك بالاية الشهيرة اللي من المزمور السامن مزمور تمانية دي اية مهمة جدا 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 ليه؟ لانها بتقول التسبيح بيعمل ايه؟ قولك من افواه الاطفال والردع ناس صغيرين في علاقتهم مع الرب لسه مبتدئين زي اطفال وردع بيقوله اسست حمدا اللي هو التسبيح خليتهم يسبحوا خليتهم يشكروا بسبب الضادك لتسكيت عدو ومنطقب يبقى تسبيح المؤمنين حتى الصغيرين منهم يعمل ايه؟ يسكت يصمت يخلي ابليس ما بيشتغلش لتسكيت العدو المنطقب هو ابليس تسكيت عدو ومنطقب عزيزي المشاهد تعلم ان ترنم امام الاليهة في اي وقت تشعر ان الارواح الشريلة بتحاربك رنم وترنيمك سيسكت هذه الارواح الشريلة وسيكبرها ان تهرب بعيدا عنك لان مكتوب قاوموا ابليس فيحرب فيحرب منكم تعالى معي الان الى سفر الخروج اصحاح تلاتة وعشرين نكمل التأمل في شريعة موسى احكام شريعة موسى موجودة في سفر الخروج في تلات اصحاحات خروج واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين هنكمل في خروج تلاتة وعشرين ابتداءا من اية الرقم عشرة شريعة بتقول وست سنين تزرع ارضك وتجمع غلتها يعني تزرع ست سنين وفي ست سنين دي تحصط وتجمع الامح الشعير العنب الزتون التين دي سنين عادية فيها زرع وحصاد اما في السنة السابعة دي اية رقم حداشر انتبه فتريحها تريح الارض يعني سنة بعد ست سنين السنة السبعة ما فيش لا زرع ولا في حصاد ولا في جمع محصول ولا في اي حاجة من هذا من هذه الامور التي تخص الزراع اما في السابعة فتريحها وتتركها ايه الهدف ليأكل فقراء شعبك والموضوع ده مكتوب فيه خروب 23 ونقدر نتوسع فيه اكتر لو قرينا اللي مكتوب عنه فيه سفر اللويين السفر الذي يلي سفر الخروب اصحاح 25 لويين 25 نرى مع بعض ست سنين اي رقم ثلاثة تزرح حقلك اما سنة السابعة ففيها يكون للارض سبت يعني السبت مش بيطلق بس على اليوم احنا عندنا في الاسبوع الاسبوع السبعة ايام في يوم اسم يوم السبت في العادي القديم ده كان يوم مفو الشغل يوم راحة وكلمة السبت يعني راحة زي ما عندنا يوم سبت عندنا سنة اسمها سبت او سنة سبتية ليه لان في السنة رقم سبعة سنة راحة محدش يشتغل محدش يروح يزرع ولا يحصط في الارض ففيها يكون للارض سبت عطل عطل وعندين يقول ايه سبتا للرب يعني راحة كمان لعلاقة بالرب كلمة سبت يعني راحة ويقول هنا سنة عطلة تكون للارض ويكون سبت الارض لكم خلي بالك من الحتة دي طعاما لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك وبعدين ولبهائمك وللحيوان الذي في ارضك تكون كل غلتها طعاما كل الغلة بتاعتها تكون طعام طيب ايه المعنى الاول هو ست سنين هيزرعه طيب وفي السنة السبعة في السنة السبعة ما فيش سرعه فيش حصاد انما فيه حاجات اتطلع اتطلع في الارض بدون مجهود يتعمل يعني نتيجة مثلا ان حبات امح وقعت في السنة ستة في الارض فطلعت الارض طلعت طلعت غلة نعمل ايه في الغلة اللي طلعت فيه السنة رقم سبعة دي يقولوا اه دي دي بقى تبى للجميع يعني ما تباش الغلة بتاعت انا بتاعت انا اللي زراعت في الست سنين وحصدته في الست سنين سنة السبعة دي للجميع وما فيهاش ان الناس تجمع لا الناس تروح وتاخد مثلا الحاجة وتكل وهي موجودة من ايه دا لبقها ومين اللي ياكل بقى كل الجميع الفقر يروحوا الناس الغريبة تروح يعني ملهوش صاحب الارض خلاص لي ارضه ست سنين سنة سبعة دي للكل حتى للحيوانات زي ما قرينا الحيوانات بتا اي حيوان اي حد يمشي في الارض ما هو ما زرعش دا نتيجة البذور اللي وقعت في الارض في السنة رقم ستة طلعت في السنة سبعة اللي ما فهاش شغل طيب ما هي الدروس اللي اللي نتعلمها او ربك عمل سنة سبعة دي ليه اول حاجة لانه بيأكد الراحة يعني نقرأ بعد كده في خروج تلاتة وعشرين انه بيتكلم عن رجع يتكلم عن الاسبوع يقول لك ستة ايام تعمل عملك اما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح صورك وحمارك كمان يستريح معاك الصور والحمار الرب بيهتم بالحيوانات ويتنفس ابن امتك الاما اللي هي العبدة والغريب وتنفس يعني انت عيش دا يوم كل سبعة ايام عندنا يوم راحة كل ست ايام عندنا يوم راحة بعدين نبدأ لزواء الجديد وكل ست سنين تخلص فعندنا سنة راحة دا تأكيد تأكيد ايه الراحة يعني عندنا راحتين مهمين جدا في الكتاب المقادس الراحة بتاعت لما الرب خلق الكون في ست ايام واصطراح في اليوم السابع يبقى دي راحة في الخلق طيب وفي عندنا راحة جاية اللي هو الملك الالفي دا الراحة النهائية دا ما بيقول في ارسال العبيرانيين بقيت راحة لشعب الرب فا الاحتفال او الراحة الاسبوعية والراحة اللي كل ست سنين في سنة راحة عشان نتذكر الراحة بتاعت الخليقة والراحة اللي جاية في نهاية الايام انما فيه دروس ايه بقى الدرس الاول عشان افهم الدرس الاول ارجع تاني للجزء اللي ارنام من سفر لويين اصحاح كان خمسة وعشرين في لويين خمسة وعشرين نقرأ في اية عشرين بقى خلي بالك معايا واذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة ان لم نزرع ولم نجمع غلتنا يعني الناس هتقول طب يعني اولا ده اهضار للطاقة يعني عندنا طاقة وما بنزرعش وما بنشتغلش وده هيضعف الاقتصاد بتاع الشعب بتاعنا البلد بتاعنا الشعوب اللي حوالينا هتقوا علينا اذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة ان لم نزرع ولم نجمع غلتنا الرب يرد يقول ايه فاني امر ببركتي لكم في السنة السادسة يعني الرب بيقول ان انا هبارك اخر سنة بركة غير عادية السنة رقم ستة فتعمل غلة مش لسنة ستة وسنة سبعة بس لا بيقول اكتر من كده يعني الرب بيقول لما هتزرعوا السنة رقم ستة هتلاقوا محصول غير العادي الضعف لا انا اتوقع الضعف يعني تطلع حاجة تكفينا السنة ستة والسنة سبعة اللي مش هنزرع فيها لا يقول لك فتعمل غلة لسلاس سنين مش لسنتين سلاس سنين يبقى دا ايه بقى دا امتحان اول رسالة امتحان للايمان هل عندك ايمان انك تطيع الرب وانت واسق ان في طاعة الرب ما فيش ما فيش ازا وفي طاعة الرب في بركة ولا لا يعني هنا الرب بيقول لهم طعوني واشتغلوا ستة سنين بس ما تخافوش على السنة السبعة لان انا في السنة الستة هعمل حساب السنة السبعة مش هنشتغلوا فيها او اكتر يقول كده فتعمل غلة لسلاس سنين وتعود وتأكلوا من الغلة دي الى السنة التاسعة يعني تأكلوا سبعة وتمانية وتسعة من الغلة دي اللي هتطلع فيه السنة رقم ستة عزيزي المشاهد فيه في حياتنا العملية مواقف فيها امتحان للإيمان يعني تلاقي الرب مثلا يقول لك ديك امثلة الرب يقول لك قدم ورقك صح انت بتشتغل وما تخبيش حاجة هتدفع ضرائب اكتر تقول هخصة اقول لك الرد الرب يقول لك انا هأمر بالبركة زي ما قال كده امر ببركتي عشان انت اطعني لو اعتدت وهتدفع الضرائب صح بركتك هتزيد عشان بتطعني وبتقدم لخدمة الرب والفقراء الرب والخدام الرب اكثر من العشور عشان بتطعني هتشوف البركة ايه مش هتخسر مش هتتأذي بسبب طاعة الرب عزيزي المشاد لما الروح القدس يشتغل جوه مؤمن ويقول له انت لازم تفك الشركة دي شركة مع ناس خطاء مع ناس بتشتغل وفي شغلها بترشي وفي شغلها بتغش وفي شغلها بتهرم من الضرائب انت لازم تفك الشركة لما الروح القدس يقول له مؤمن كده مؤمن ما يقولش لا ما انا هخسر طب هعيش ازاي طب انا كل شغلي مع الشركة لا انت تطلع من الشركة دي واذا قلتم الرب يرد اوامر ببركتي لكم الرب هيديك شغل اعظم بكثير جدا لما تطيع الرب اللي بيقول في الاية العظيمة او الاية الهامة جدا انه لا شركة بين مؤمن وغير مؤمن والرب يقوله خرجوا من هذه الشركة وانا ابرككم عزيزي المشاهد لازم نصدق الرب لازم نصدق الرب هو ده الايمان الايمان انك تطيع الرب وانت شايف ان طاعة الرب منطقيا معناها خسارة مع الشعب لو طاع الرب معناها انه ما يخسره يعني ايه ما احنا ممكن نزل على الارض طيما نجيب حصاب والدخل يزيد احنا هنضح بدخل سنة لا لما اطيع الرب في مكاسب في مكاسب في طاعة الرب في مكاسب يعني واحدة بتشتغل مثلا في حتة وبسبب الشغل بتاعها بتتعرض لحاجات عاطفية غلط جنسية غلط من صاحب العمل تشتغل تظل تشتغل عشان هتعيش ازاي لا تطيع بعد بعد ست 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 سنين شغل سنة سبعة ممنوع العمل فيها لما فيه دروس تاني ان الرب بيهتم فيه بيه يقولك كده بيهتم بيه ان يدي وقت للشركة كل الناس تشترك فيها مع بعض وفي خروج تلاتة وعشرين بيهتم الرب او بيركز على الشركة مع الفقراء ليأكل فقراء شعبك يعني السنة دي معمولة عشان الارض بتاعتك هيطلح فيها الرب هيطلح فيها ويجي الفقير يأكل ليأكل فقراء ايه شعبك ليأكل فقراء شعبك عزيزي المشاهد لازم نهتم جدا بالفقراء وهنا درس مهم جدا يا الرب مش عايزنا روح ازرع وقع عشان ده وقت بقى انت عندك بقى انت ممكن تروح تتمشى وتبقى شارك الارض بتاعتك بيقيت للجميع في السنة دي حلو حلو ان احنا تقولي طبو دين طبقوا ازاي حلو انك تتجيب المؤمنين يكلوا في بيتك شاركة في شاركة الارض بتاعتك في السنة دي للجميع زي ما انت تقول كده انا عندي مثلا مصيف لي طول شور الصيف لا اخلي اسبوعين كده للناس اللي هم مش قادرين ما عندهم ش امكانيات اديهم المكان بتاعي بتعلم بتعلم اني ممتلكاتي اخد قيادة من الرب ازاي اخلي ناس غير قادرة تستفيد منها في اوقات معينة اهداف اهداف روحية الرب حطا من اجل طبعا فيه اهداف مهم جدا هو راحة الارض الارض لازم ترتاح لازم بيعلمنا ان احنا نحافظ على الحاجة يعني فيه واحد ما محافظ على حاجته فالحاجة تديله او مثلا يبع عنده حيوانات محافظ عليها هيكتها فالنتيجة انه يستفيد منها سنين وبعد كده ملاش قيمة او واحد يبع عنده مكنة هيكتها لا لازم المكنة تستريح ويتعمل لها صيانة الرب بيعلمني بيعلمني ان الارض زمان محتاجة تستريح عشان الاعشاب اللي فيها الحاجات المضرة تترك سنة بدون زرع وبدون حصاد عشان الارض تستريد قوتها عزيزي المشاهد اكمل معاك التأمل في هذا الامر في الحلقة القادمة الى اللقاء الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الان هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها رسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel dot org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 30 30 الحري هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية او rivers of life P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة SMS على 012 2 500 77 88 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org اربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية اشتركوا في القناة